السلام عليكم هنقول دلوقتي المكونات وطريقة التحضير معانا هنا بالاكواب العيارية كوب ونص من الككاو الخام الغامق يكون غير محلة ونوع نظيف وده نوع الككاو اللي انا بستعمله بني غامق غير محلة ومعانا هنا كمان بزور الشيا هناخد منها معلقتين كبار وده شكل بزور الشيا للي ما يعرفش شكلها ومعانا هنا 3 كوب من سكر استيفيا او ممكن نستعمل 7 او 8 اكياس من سكر استيفيانا ومعانا كوب من الحليب جوز الهند وطبعا انا عملته معاكم في فيديو قبل كده ومعانا كمان نص كوب من المية السخنة وبيكن باودر وفانيليا وزيت براشوت ده طبعا زيت صالح للاكل زيت جوز الهند وكمان معانا رشة ملح هنبدأ دلوقتي الخطوات هنجيب طبق ونحط فيه معلقتين كبار من بزور الشيا وبعد كده هنضيف عليهم نص كوب من المية السخنة دي مية مغلية وانسيبها ربع ساعة لغاية لما تنتفق وحجمها الضعف وبعد كده هنكمل باقي الخطوات وبعد ما عد ربع ساعة لبزور الشيا بتكون بالشكل اللي قدامنا ده اخذت قوام لازج وكمان حجمها الضعف دلوقتي هنجيب الكاكاو وهنحط عليه دلوقتي رشة ملح بسيطة قوي رشة بسيطة جدا من الملح وهنضيف عليه دلوقتي السكر وهنحط عليه دلوقتي كمان معلقة كبيرة من البيكم باودر وهنقلب المكونات مع بعض بالشكل ده وبعد كده هنضيف غطة من الفانيليا سائلة على حليب جوز الهند انا عملت معاكم فيديو قبل كده عن حليب جوز الهند ان شاء الله حطوكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف او ممكن ان انتوا تستعملوا حليب اللوز على حسب ما انتوا عايدين وهنضيف دلوقتي بزور الشيا على الكاكاو ونقلبهم مع بعض بالشكل ده وبعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده هنضيف عليهم دلوقتي حليب جوز الهند او ممكن تستعملوا حليب اللوز هنضيف بالتدريج كده ونقلب مع بعض وهنضيف كمية تانية ونقلب هنحس ان القوام لسه محتاج حليب جوز الهند او محتاج سويل فبعد ما قلبته بالشكل ده على فكرة جماعة الكاكا دي كانت للتجربة اه فانا بجرب معاكوا دلوقتي المقادير وهنضيف دلوقتي حوالي نص كوب من حليب جوز الهند ونقلب كده يعني استعملنا حوالي كوب ونص من حليب جوز الهند اهم حاجة ان الخليط ياخد قوام الكيك وبعد ما قلبناهم بالشكل ده هنضيف علي دلوقتي زيت جوز الهند هنعاين ربع كوب من زيت جوز الهند ونضيفه على المكونات وهنقلب كويس كده علشان الزيت يختلط مع المكونات كويس وطبعا الافضل ان احنا نخلط المكونات مع بعض كويس بمضرب يدوي او مضرب كهرباء لحسب المتاح عندكم فانا استعمل دلوقتي المضرب اليدوي وهنلبهم مع بعض كده كويس بيكون معانا الخليط بالشكل ده ولو حسيتوا ان فيه اي تكتلات كده من الكاكاو ممكن ان انتوا تشغلوا مضرب الكهرباء اقل من دقيقة بس علشان تتأكدوا المكونات كلها اختلطت مع بعض كويس بيكون معانا قوام الكيك كده هنجيب دلوقتي اي صنية او اي قلب يدخل الفرن على حسب ما انتوا عايزين فانا هستعمل القلب ده انا حطيت عليه ورق زبدة كده وهبدأ دلوقتي ان انا حط فيه الخليط بتاع الكيك مش شرط يا جماعة ان انتوا تستعملوا قلب سيليكون او حتى تحطوا ورق زبدة ممكن تجيبوا اي صنية عادية وتمسحوها كويس بزيت سجوز الهند او حتى مسحة زبدة على حسب المتاح عندكم اه وبعد ما حطينا خليط الكيك بالشكل ده شايفين القوام بتاعه بيكون كده اه انا حطيته جوه صنية علشان اعرف ان انا اتحكم كويس في القلب ونقبطه خبطتين بالشكل ده علشان المكونات تتوزع معانا كويس جوه القلب وبعد كده اندخله على فرن سخنة على درجة حرارة 180 قعد معايا في الفرن يا جماعة ساعة وربع قعد معايا ساعة وربع علشان يستوي اه بندخل فيه الخلة بالشكل ده بتطلع معانا نظيفة اه طبعا هو قعد معايا ساعة وربع على درجة حرارة 180 ممكن يقعد معاك انت اكتر او اقل على حسب طبعا قوة الفرن بتاعك اه بعد كده انا شلته من ورق الزبدة وحطيته في الطبق بالشكل ده وهبدأ دلوقتي ان انا اشيل ورق الزبدة هو اهم حاجة تستنوا لغاية لما يبرد انا استنيت شوية بس هو ما بريدش او بصراحة اه فانا جبت طبق تاني وقلبته بالشكل ده علشان اعرف اشيل ورق الزبدة وما يتكسرش الكيك معايا وبعد ما شلت ورق الزبدة بيكون قلب الكيك بالشكل ده يلا بينا بقى نشوف هنزينه مع بعض ازاي انا بالنسبة لي كيك شوكولاتة يبقى يتحط عليه صوس شوكولاتة اه فانا هعمل دلوقتي اه صوس شوكولاتة زي ما عملت معاكو قبل كده انا عملتوا في فيديوهات قبل كده صوس الشوكولاتة ده اه هنحط دلوقتي معلقتين كبار من الككاو الخام وهحط عليه دلوقتي معلقة صغيرة من سكر ستيفيا او ممكن نحط كسيم سكر ستيفيانة او اي سكر مناسب للكيتو وهنضيف دلوقتي من زيت جوز الهند كده بالتدريج ونقلب لغاية لما ياخد معانا الصوس قوام خفيف هنزود كمان شوية ونقلب لو ما فيش يا جماعة زيت جوز الهند ممكن ان انتو تعملوه بمية سخنة اه تحطوا شوية كده بالتدريج من المية وتقلبوا لغاية لما ياخد الصوس القوام اللي هنشوفه دلوقتي بيكون القوام بتاع الصوس بالشكل ده يلا بينا بقى نحط صوس الشوكولاتة فوق الكيك وهنوزع الصوس فوق الكيكة بالشكل ده وبعد ما حطينا الصوس فوق الكيكة كده هنزينها برضو شوية كده من الفصدق او طبعا زينوها بالطريقة اللي انتو عايزينها فانا هحط على الكيكة من فوق كده شوية من الفصدق المجروش او ممكن اي حاجة انتو عايزينها يا جماعة مش شرط ان انتو تلتزموا بحاجة معينة وده بيكون شكل الكيكة بعد ما حطينا عليها صوس الشوكولاتة وكمان الفصدق يلا بينا بقى نشوفها كده من قريب بتكون معانا بالشكل ده طبعا الصوس نزل من على الكيكة وبيت معانا كده يلا بينا بقى نقطعها مع بعض ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه والكيكة دي يا جماعة كانت للتجربة وانا بهديها لمتابعة معايا هنا في القناة طلبت مني كيكة بوزور الشيعة وانا عملت لها الكيكة مخصوص بالطريقة دي وبصراحة انا مقلتش متخيلة ان هي هتطلع معايا بالشكل ده بس الحمد لله طلعت جميلة جدا وده شكل الكيكة بعد ما قطعناها بتكون والله يا جماعة طعمها حلوة او اكتر حاجة جميلة فيها ان هي نباتي من غير بيد ولا زبدة ولا اي حاجة تخليكوا تحسوا ان الكيكة ايه لا بالعكس هي طلعت خفيفة وطعمها جميل جدا ويلا بينا بقى نشوف الكيك كده بعد ما قطعناها نشوفها من جوه عاملة ازاي وده شكلها معانا بعد ما قطعناها بتكون كده هي ممكن تحسوا ان هي تكون طرية شوية صغيرين من جوه بس هي متماسكة وده شكل الكيكة نفسها بعد ما قطعناها طبعا الصوس نزل خالص ويلا بينا بقى نقول كده بسم الله وندقها مع بعض بصراحة يا جماعة والله العظيم طلعت طعمها جميل قوي قوي ان شاء الله هتعجبكوا جدا بس السكر ممكن ان انتو تزودوه شوية عن كده على حسب ما انتو عايزين لكن انا بالنسبالي الكيك بحب يكون السكر بتاعه قليل ما يكونش كتير لكن انتو ممكن تزودوا السكر على حسب ما انتو عايزين وانا دلوقتي هكتب ليكم المادير بالزبط عشان تعرفوا ان انتو تصوروها وده كان فيديو النهاردة طريقة عمل كيكة شوكولاتة ببزور الشيء للضايت وكل انواع الضايت كيتو كرطاي او اي نوع ضايت نباتي سيومي من غير اي نوع دقيق من غير حتى بيد ولا زبدة ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة خالص مكوناتها اقتصادية وجميلة جدا اتمنى يكون الفيديو عجبكو اذا عجبكو الفيديو بتاع النهاردة اشتركوا على القناة فعالوا الجرس علشان يوصلوكو كل جديد من فيديوهاتي وهستنى ان انتو تجربوها وتقولولي رأيكو ايه في التعليقات ان شاء الله هتعجبكو جدا وهتنسوا ان انتو ترفعوا الفيديو باللايك والشير وتعليقاتكو الحلوة علشان يوصل لاكبر عدد من الناس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة